عبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن صادق التعازي والمواسال الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الشقيق بوفاة ثلاثة عشر شخصا وإصابة آخرين من الجنسية الباكستانية في حريق شب داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية كما أوعز بمتابعة تداعياته والوقوف على أسبابه لم تحمي صفائح الزينكو هذه النيامة تحتها الذين بنوها ليحتموا فيها بل كانت هي السبب الرئيس في كارثة مفجعة عائلة باكستانية تعمل في الزراعة كانت تقطن هذا البيت المصنوع من صفائح الزينكو في إحدى مزارع منطقة الكرامة في الأغوار الوسطى حيث شب حريق فجر اليوم كان سببه تماثا كهربائيا نتج عنه ثلاث عشرة وفاة وثلاث إصابات لما جيت هان ودفع المدني ووجد الجهاز العملية ما قسروا أجيبوا كلهم أخذوا جساسا ودولا عينها في فجر هذا اليوم الاثنين الثنين اتناعش 2019 وللأسف يعني أحضر من قبل الدفاع المدني عائلة من الجنسية الباكستانية مكونة من 13 فرد منهم 3 بالغين و10 أطفال وصلوا متوفين نتيجة حريق حصل في المكان الذي يقضن فيه وهو عبارة عن عرائش ومكونة من الصفيح ومن الزينكو بعض الجسد وصلت متفحمة للأسف عليهم رحمة الله جميعا رئيس الوزراء وبعد ساعات من الحادث أوعز لوزيري الداخلية والصحة بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على أسبابه مؤكدا أهمية التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المعنية لتوفير العلاج اللازم للمصابين ونشر التوعية بين المواطنين والمقيمين تجاه كل ما يشكل خطرا على حياتهم خاصة مع دخول فصل الشتاء كلنا بسكرين برقصات زيك عريمين عريشة هيك ومنقدرش نملك وهي هي عشتنا ما هو حد شيء ما كرهاني يعني يملك ويقعد بالدار يعني بس احنا انت ولاد الوطن وحنا ولاد الوطن هذه الفاجعة تفتح منف باكستاني الأردن ثلاثة أجيال منهم ولدوا وعاشوا هنا قدم أجدادهم من باكستان إلى المملكة مطلع سبعينيات القرن الماضي تقدر أعدادهم بالآلاف تقطن أغلبيتهم في الأغوار حيث المزارع والزراعة يعيشون في ظروف معيشية صعبة بعضهم بلا أوراق رسمية وبلا منازل تأويهم ترجمة نانسي قنقر